مشكلة قديمة جديدة يعاني منها أهالي حي معانا الجديد الواقع على طريق أذرح تتمثل في عدم وجود خدمة الصرف الصحي على الرغم من المطالبات المتكررة للجهات المعنية منذ سنوات بالرغم من أنه يعد من أرقى أحياء المدينة وأكثرها حداثة إلا أن مشكلة ربط منازله بالصرف الصحي تؤرق ساكنه بالرغم من تكرار مطالبته من الجهات المعنية إلا أنه لا يوجد حل جاد حتى اللحظة حفرة تكلف تقريباً للمباني الكبيرة بحدود الـ 2000 دينار و 1500 دينار وللبيوت العادية تقريباً كلفتها بحدود الـ 500 دينار ليس هنا المشكلة المشكلة أن الأرض هنا طبيعتها لا يتمتص أولاً ثانياً الكلفة لننضح تقريباً للمباني العادية بحدود الـ 250 بالشهر مشاكل ضارة بالبيئة تنعكس على ساكنه ونقص الأموال المخصصة تلازم المطالبات والنقص تحول إلى العدم حيث لم يتم تخصيص أي مبلغ للصرف الصحي ضمن موازنة القصبة من موازنة المحافظة للعام 2019 والبالغ حوالي 6 ملايين و 500 ألف دينار التعديات هي محدودية الموازنة لمجلس المحافظة حيث أن التكلفة مرتفعة جداً لإنشاء مثل هذه المشاريع حاولنا هناك طرق أخرى من خلال عدة لقاءات مع معالي وزير المياه والري من أجل شمول معالي من ضمن الملح الخارجي القادمي فوعدنا بأن تكون هناك أولوية لمدينة تمعان النقاط المترتبة عن وجود مثل هذه الحفر الانتصاصي تتمركز حول أولاً تلوث المياه الجوفية ثانياً تلوث التربة نفسها ثالثاً انتشار لبعض الأوباء والأمراض نتيجة وجود القوارض رابعاً تأثير على البيئة والموقع جمالياً وإنشائياً يذكر أن عدد ساكني الحي قد بلغ 3970 نسمة بحسب إحصاءات دائرة الأحوال المدنية والجوازات في معان لشهر شباط من العام الحالي